اضع ظلمات ليلك بالتجل لعلك ترتقي درج الفدود ويلا بينا نبدأ يومنا بالصلاة الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة روتين يوم الخميس هبتدي معكم كده اليوم بتحضير الفطور كنت اليوم دوات هعمل في الفطور فطير وجبنة وعسل فأنا بجيب الفطير كده يعني كذا فطيره وبطلع بقى وبسخن ساعة الاكل فشغلت الفرن كده وحطيت جوال الفطيره وبزبطه وبقاه اول ما يبتدي ان هو يصفر يبقى خلاص هي كده سخنت وهي الوقت اللي انا زبطوه عليه ايه اه اه انتهى وكده فكان جوز جايب لنا العسل الاسود دوت لان انا اه اه بنحبه هنا اوي في البيت اللي هو اللي هو بيجيبه من السعيد ده جميل اوي اللي هي العسل الاسود بتاع السعيد لانه تقريبا اتمنبع اساسا بتاعه من هناك فبصراحة بيبقى تاهم حلوة اوي فبحط على قدنا كده وحطت كمان جبنا بيضة اه هي بتخلص عندي وبجيب يعني بدلها فاللي كانت عندي كانت خلصت فحطينا بقى ايه اه عسل اسود وجبناه وقطعت كده الفطير مسلسات عشان خوطر لو اتبقى اي حاجة من البنات هم ما يفتروا ايه ما بتتريميش فيبقى كل واحد كده مع الكطاع بتاعته ان هم ايه ما يهضروش الفطيرة او يبوزوها وكده وكده احسن بالذات لو عندك اطفال دخلت بقى دلوقتي على غرفة الاطفال الاسفة غرفة النوم عشان خوطر لانا هغير بقى المليات بتاعت السرير زي ما انتم متعودين معايا وعارفين ان انا كل يوم خميس بغير مليات الشقة كلها وبطلع فيها تنزيفة وبغير الفرش وبغسل وبنشر وبعمل اكلة ممكن اوقات تكافيني خميس وجمعة واوقات بعمل اكلة تكون سريعة يوم الجمعة عشان ما ضيعش يوم الجمعة بعد الاجهزة بتاعتي بقى ولا في المطبخ ولا في كده فنحاول اللي احنا ايه يوم الجمعة دي بقى بتاعنا احنا فعشان يبقى بتاعنا احنا ويبقى اجازة وكده لازم تبقين زباطة حاجات كتيرة من قبلها بيوم تمام فابتدت اللي انا صلعت تقمي ملايا كده وطلعت كمان دفاية كده تقمي ملايا لونه زي الحموسي كده آآ وآآ خطيت بقى عليه الدفاية الحمرة ديت تمام انا في الشتة باشل دفاية بالملايا وحط بدلهم دفاية بالملايا دفاية بتدف جدا يعني بتفرق معانا قوي في في السقعة وكده وفي نفس الوقت بتثبت الملايا بتشكل حلوي للسرير فسرير اطفال نفس الكلام باش اللي هم اتدفعت وحط لهم دفاية تانية بدلة فحطيت الطقم دوت وفرجت كمان الملايا هي هتطبق بقى البطانية كده آآ نستين كده انا يوم بعد يوم تلاقوني بطلع البطاطين بهويها كده حتى لو ما في الشمس بس تتهوى يعني وكده فتلاقوني بطاطين بقى الاطفال والنوم كده يوم بعد يوم هتلاقيني يحطها على الصورة سيبها كده تتهوى كده ساعتين كده الصح واقوم ايه آآ مدخلهم مع الوقت اللي انا بهوي فيه الشقة الصحفة بيبقى بصه بتفرق جدا حد عنده بقى برد مش عارفة ايه الفرش كمان لما بيتهوى آآ بيبقى احسن يعني وكده آآ نهوي الحاجة يعني بتاعتنا وكده بس كده آآ ازيني طبقت البطانية هو تفرجت السرير بس هشغل بقى المكنسة في الارض وهلام مع التصريحة هو مفرج بس التصريحة اللي ه Samsung غيروا إنما كل مجليات نظيفة تمام وهدي بقى الإداءة بتاعة الغرفة وهاسايبها بقى الة الكرآن شغال ويتفرت بقى ودخلت دلوقتي على المطبخ عشان الخاطر هشغل بقى تورة كده الغسيل بصوا أنا دايما يوم الخميس لو هتبدي كده آآ بغير للبنات ولو هديهم شور دافي بحيس انهم مصابح مش هيخرجوا كده وآآ وآآ يعني مش هيخرجوا تاني يوم الصبح وكده ما مفيش مدرسة او حاجة. فبحب اللي انا ديهم شور كده آآ دافي. ويبقى وبغير لهم كمان هدومهم مع الميلاد بقى اللي انا بشيلها. آآ مع هدوم المدرسة. فببصوا بتلاقوا بقى عندي غسيل كتير. فلازم اللي انا حط دورك كده غسيل. عشان اخسر الحاجة اللي طلعها دي اول بول. عشان قطر ببصوا. كله هيترقب مع بعضه. هلاقيه آآ اللي كنت معلقة على التغذيعة بتاعة المحشي تتسبك. وبسلق الورق بتاع الكورومب. عشان خطر عايزة عمل لهم محشي النهاردة. قلت اعمل حالتين. واحدة للخميس واحدة للجمعة. هسويها. وكده الفرقة بتبقى مستوية. يدوبك بحمرها. بقيت الفرقة. وخلص كده على شكرا. تمام? علقت بقى كده على الدورة. وحطت بقى بقية المصحوق في العلبة. وهبتزي بقى دلوقتي خلص انا جهزت الحاجة بتاعتي. مرضي شبه اللي اطول عليكم في الفيديو بقى ونسلق مع بعضه ونخدع مع بعضه الحاجات دي. لا اختصرت عليكم كل ده. ويجيبت لكم يعني بعرفكم انا بعمل ايه. تمام? آآ كنت هو تجهزت بقى الكورومب وقطعته قدامي كده ويسبت الورق اللي انا بغطي به الحيلة من فوق كده ده في الاخر. وعملت التسبيكة هيات بتاعة الخلطة بتاعتها المحشي. هبتزي بقى اللي نحشي دلوقتي ورف المحشي. بحب اللي انا حط الورق الاغدر من تحت. والورق الابيض من فوق. تمام? آآ والعروق بايحطها في ارضية الحلة. عشان خطر المحشي بقى ما يتحروقش معي ولا اي حاجة. تمام? فهعمل بقى الكورومب وهعمل كمان ورق عينب. وفراغ. كنت عمل ملوخية ورجعت وقلت لأ هو كفاية كده. تعالوا بقى نرغي شوية كده. آآ واحنا بنلف المحشي. آآ بما اني انا حاسة اني الجهور كلها دقت كده ومش حارفة حاسة اني مرة واحدة كده رمضان والآآ آآ وحاجات كتيرة كده دخلة مع بعضها وكلها جاية وراء بعضها. زي مثلا الترمي التاني هيبتزي آآ هنحتاج بقى كتب تانية جديدة. آآ شوفوا بقى كل واحدة مثلا معها آآ عيالها. هتحتاج ان هي تجيب لهم الكتب بتاعت الترمي التاني. كل كم يعني شوف بقى المواد قد ايه لكل طفل مثلا. فبالاضافة بقى لدخلة رمضان بعد كده. بعد دخلة العيد. فتحسوا ان الدنيا كلها زنقت مع بعضها. فنحاول بقى اللي احنا نعمل ايه? نحاول اللي احنا نخف منه على نفسنا شوية. طبعا نخف ازاي? زي ما قلتلك تعالي كل شهر كده. شيلي لو هتشيلي مثلا ازازة زيت. لو هتشيلي كيس سكر. هتشيلي كيس رز. آآ هتشيلي اي حاجة في البوكليات. هتشيلي اي حاجة في التوابل. اي حاجة هتنفعك في الاكل بتاع رمضان. ابدأ ايه اللي انت تشيليها? لو عايزك لو عايزة برضو افكار تانية. لو انت مسلا زي مسلا الخضار والفاكهة يعتبر برضو سعرهم رافع. مفيش حاجة بتنزل. بالعكس كله في الزيادة المستمرة. ابدأ اللي انت جيبي كل شهر صنف فاكهة وصنف اغدار وفرزي. آآ يعني ايه? يعني مسلا الفراولة تلعتات. ابدأي مسلا جيبي كيلو فراولة وفرزي. ابدأي يجيبي آآ مسلا كيلو جوافة وعنيه. الحاجات اللي هي تنفع للعصير بتاعت رمضان. آآ مسلا لو هجيبي فلفل الوان وتقطعيه وتعينيه. لو هجيبي كرومبايا زي كده وانت بتحشي في اليوم بتاعك سلوء كرومبايا زيادة. وعنيها الرمضان. مش شرط ان يجي يعمل بقى في يوم يبقى تفريزات رمضان. يبقى هلكل صحيتنا جامد جدا. وهلكل النزانية جامد قوي. يبقى كله في يوم واحد. لا. ابدأ اللي انت استميحك تكده من هنا الرمضان تكون انت بتريحي نفسك وبتريحي ميزانيتك عشان ما يجيش كله يتراكم عليك مرة واحدة. لو انت هتقدر اللي انت معاك الامكانية اللي انت تبدأت آآ تشتري في لبس العيد من دلوقت اشتري والله هتنفذي بجد من الاسعار الغريبة اللي الواحد بيسمحها في رمضان. لان البيعين بيجوا في رمضان والمواسم بيستغلوا جدا جدا. بس زبوري بعد اللا لو هتبدأ اللي انت تجيبي. زبوري اللي هو بعد عيد اللهم اصلي بارك على سيدنا محمد بعد عيد المسيحيين يعني وكده. وبعد اللي هو رقص السنة وكده بدأ ايه بعديها جيبي. بدأ ايه بقى اشوفيها تجيبي لهم ايه? وبدأ ايه مسلا جيبي لقطتي بقى كده لكل طفلة عندك اللي بحيث اللي انت ما تنزليش بقى في رمضان تجيبي لحاجة كلها. هتبقى اساسا في رمضان انتوا عارفين اللي اليوم بيبقى عامل ازاي وبعد الفطار الدنيا بتبقى زحمة ازاي? ويه تلاقي نفسك بقى ما لا تلفي وتلاقي نفسك الزحمة مش عارفة تختاري بجانب الاسعار الفضيعة اللي احنا منضطر نجيب بيها حتى لو ايه عشان خاطر يعيد وكده. فابدأ اللي انت لقطي لهم شوية حاجات لو زي ما قلتك معاك الامكانية وتجيبي حتى لو هتجيبي مسلا الترنجات بتاعت الوقفة حتى لو هتبدأي بعد كده تجيبي الطقم مسلا العيد. مسلا ابدأي يعني شوفي قسمي دنيتك وقسمي زينتك وشوفي بتجيبي قدي ايه بالزرطة لكل طفل عندك. وابدأي يقسمي من دلوقتي ويجيبي. صدقين هينفد من من عليكي. بالزاد في في الغلاء بتاع الاسعار دو. تمام? بصوا بقى انتوا شايفين انا عملت ايه? فانا حبيت اللي انا افكركم انه بداية الترمي التاني هييجي معاها بعدها دخلات رمضان. بعدها العيد فعشان ما نزنقش نفسنا كل ده نبتزي لحنا من دلوقتي نبتزي لحنا ايه? نزبط دنياتنا كده وربنا يكرمنا كلنا كده ونجيب احسن حاجة لعياننا ونخلهمش كده عايزين حاجة اللهم ايمين يا رب. بصوا بقى انا عملت ايه? انا حشيت المحش خلاص لفيت هوات الحالتين حشيت معكم شوية وقعدت بقى في الارض في المطبخ كده كملت بقيت الايه? المحش تمام? وبعد كده آآ سلقت الفرخة وشوحتها كده وصلقتها وخلتها جميلة يعني ونكهتها بشوية حاجات حلوة كده. وبعد كده حمرت هوات اللصان عصفور بس بصوا بقى الشربة بقى بتضل تدلدق على البوتوجاز وتنرفيزني بقى. عشان خطر ما بحبش كده اللي هو لازم بقى استنم من البوتوجاز يهدى كده ويبرد ويهدى وبعد كده مسحه. فانا ببقى مضيقني منظر البوتوجاز كده لازم اللي هو بيبقى نضيف قدامي كده عشان بقى مرتاحة نفسية. ادي خلاصة يوات حالية المحشي استويت بقى احلى حاجة في السقعة واحلى حاجة تلمي ولادك عليها في الشتة دوات حالية المحشي بجد. يعني اكتر اكلة باعترف بها في الشتة. ودي الفرخة حمرتها هيت كلها. وحطيتها بقى على وش المحشي. وهرشي بس عليها رشة كده من الملح ورشة من الفلفل الاصمر. وهحط بقى بلتين كده للصنعة صفور. خلص بقى كل الكلام دوت. شطف بقى المطبخ بتاع وضبط الديميتي كده. عشان خوطر بقى هلبس البنات وهننزل بقى نيصهر عندي ماما يوم الخميس. آآ هاخد مكة الاول اكشف عليها عشان قدرية تعبين ونزورها تعيبها ونخليها سخنة بيستخنها جابد قوي وتعبينة جدا. فبقى لها يومين كده فعايزة بقى لنا اروح اكشف عليها. وبعد كده هنروح بقى نيصهر عندي ماما ونكمل بقى صهورة الخميس كلها بقى ايه آآ عندي ماما. بس ايه هشطه بالاول مطبخة عشان لما ارجع بقى وكون مش قادرة لنا اعمل اي حاجة تبقى ايه الدنيا رايقة عندي. تعاودي نفسي كده. قدام الناس لو عارفة اللي انت هترجعي ويرت مرهقة ويرت ترجعي تنيمي آآ مش قادرة تعملي حاجة وده طبيعي فينا كلنا. فلا احنا نخلص حاجتنا كده سريعا سريعا كده وانت بتعملي الشاي كده بعد الغدا. ابدأي بقى لو اترس الموعين في الغسلة او اتغسي اليوم او كده. امسح يربطه جاز بتاعك وكنوسي مطبخك وشكرا على كده. يعني هو تشريب الملغ فيه اكتر من كده. بس كده. بس حبيت اللي انا اعمل لهم بقى صلطة فواكه كده عشان خاطر يصهروا بقى عليها وكده. آآ انتو عارفين صهرة يوم الخميس دايما مدايم جوزك قاعد من الشغل. ابدأ اللي انت عملي شوية حاجات حلوة. اعملي بقى كيك اعملي بزبوزها اعملي آآ صحلة بعملي حاجات ضافية تشربوها آآ اي حاجة. شوفي ايه المهتاح عندك وايه الحاجة الموجودة عندك. ولو تشتدي مسلا في شغرة تشتدي لبوز داني الحاجات الحلوة دي ابدأي بقى اللي انت ايه آآ جهزيها كده. واجهزي بقى صهرة يوم الخميس كده بقى ايه تتجمعوا كلكم كده قدام حاجة حلوة تتفرج عليها قدام ان انتو تعودوا تتكلموا وترغوا اي حاجة بقى انت زبطي اقاسك بقى برحتك زي ما انت عايزة. عايزة تعملي زي كده تغزيم القصيرة وتروحي الممتك يبقى احسن برضه. آآ بس كده بصوا بقى قطعت الجوافة وهعمل كمان كان عندي جوافة وكان عندي موس فقطعت الجوافة قطعت الموز وهعمل في الخلط بقى عصير الموز باللبن. آآ لان انا بحب الموز اكتر من الجوافة فهعمل في العصير آآ بس انا عايزة اقول لكم بنا ما عملتش بقى موز بس. يعني جات لفكرة كده لقيت كميت الموز حسيتها قليلة شوية ومش هتكفي فقلت خلص هعمل جوافة واحط جواها موز. وحايز اقول لكم تلعي تطعمها طحفة طحفة طحفة. احلى من اللي انا لو كنت هعمل الموز لوحده او لو هعمل الجوافة واحده سواء ده الواحدة او ده الواحدة ما كانش هيبقى بالجمال زي اللي انا اعمل الموز باللبن بالجوافة الاتنين مع بعض مدي طعم حلوة قوي ومدية كده طعامتي كوكتيل بصراحة كان حلوة قوي. حطت بقى اللبن وحطت شوية مية وسكر بقى. ودايما العصير بتاع الكوكتيل بيبقى ضخين شوية مش اللي هو بيبقى ايه زي العصير العادي اللي احنا منشربه. تمام? عملت اربع بولات كده. والباقي هحطه بقى عصير في التلاجة كده ستيبه لو حد عايز بقى يشرب. تمام? وجبت كمان هوت اللب بقى والسوداني بقى والمكرمشات والحاجات الحلوة دي. انا بص اوقات لقوني جبت اه فشار وعملت فشار مثلا وفنكوش. او تلقني جبتي سحلب وحاجات سخنة وكده. واوقات وحمس الشام والحاجات ده. اوقات بقى تلقوني جبت لب وزداني وحاجات تانية. يعني ايه? مش بتودينا او لا حصل ما احنا نفسنا رايحة او ايه? ممكن اتلاقيني بس اقلي البنات عادي جدا يعني ايه? باللي بنعملو يعني اللي هم عايزين. بس كده ده كان اليوم بتاعي نهارده يارب بيكون عجبكم. اه متنسوش بقى عايزين لايكات كتيرة واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.